اشتركوا في القناة 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 اشوف فناتي انا اديهم روحي انا مستعد اديهم اي حاجة من جسمي بس هم يسألوا علي وخلك فاكر وما تنساش ان نورا هي البنت الوحيدة اللي طلع بيها الفنان هشام سليم من بناته التلاتة وبعدها مثل الفنان هشام سليم اكتر من دور وادواره طبعا كلها يشهد له بالاحترام كانت ادوار محترمة جدا كان بينجل اعمال جبل ما يمثل مستحيل تلاجي عمل مخل للفنان الراحل هشام سليم نورا يا جماعة اللي اختارت تعيش مع ابوها هي بنت قررت تتحول نورا من نورا الى نور ايوة زي ما انت سمحت قررت ان هي تتحول من انسى الزاكر فعملت عملية تحول جنسي واصبحت نورا نور اللي كان باين لحضراتكم ان الفنان هشام سليم داعم لابنه داعم لنور بس مش هي دي الحقيقة في الواقع الفنان هشام سليم بالفعل مات مجهور وحياته كلها كانت عذاب اول ما بنته نورا عملت كده وده مصدر مقرب جدا من الفنان هشام سليم قال كده قال ان الفنان هشام سليم مات مجهور من بنته نورا او من ابنه نور المتحول جنسيا طبعا اول من فنان هشام سليم طلع على وسائل التواصل الاجتماعي وطلع للعلن وقال ان بنتي نورا تحولت الى ابن نور وده با يعرفها ربنا اتقلبت الدنيا ما اععدتش وهجوم كتير ونقده وكله طلع ويقول ازاي انت تقبل بحاجة زي كده الفنان هشام سليم ليه ان ابنه نور هينهار وممكن الموضوع يوصل معاه لانتحار فاضطر انه هو يطلع للعلن ويقول انا بقيد ابن نور في اللي عمله هو حر اللي عايز يعمل ويعمل وقال ان بنتي نورا كان عندها ميول للذكورة ما كانتش لقيا نفسها خالص في الانوسة طبعا كله ده كان بيطلع الفنان هشام سليم يقوله علشان خاطر يدعم ابنه بس في الحقيقة هو من جواه كان زعلان جدا كان حزين لدرجة انه هو مات مجهور ما ماتش بالسرطان زي ما كلنا عارفين عند النقطة دي حضرتك رأيك مهم يريد تقول لنا رأيك في اللي عمله هشام سليم مع بنته نورا انت مأيد اللي عمله الفنان الراحل هشام سليم ولا كان المفروض هشام سليم يرفض اللي عملته بنته نورا رأيك يهمنا جدا ما تنساش تكتبه في التعليقات تحت لان ده هيهمنا قوي اتخيل انت نفسك بكان الفنان الراحل الفنان الراحل جاه في يوم من الايام ليه بنته بتقوله انا عايزة ابقى ولد البداية كان عامل ان الموضوع هزار فبدأ يضحك مع بنته لحد ما بنته راحت امريكا تدرس هناك وتفاجأ ان بنته بالفعل عملت عملية التحويل وذهبت بنته نورا الى امريكا رجعت من امريكا الى مصر بيجي اسمها نور ونور جاب له وفاة الفنان هشام سليم كان عايز يتجوز وانه هو بيجي زكر فعلا يا جماعة انتوا شايفين نور لحد دلوقتي انه هو زكر وشايفين انه هو طلع له دجن وراح الجنازة بتاعت ابوه وكان واجف مع الرجالة حتى انه هو تخنج مع المصورين وقال لهم نزلوا الكاميرات خلوا عندكم دم دنتوا السبب في موت ابويا فواحدة من المصورين ندمت عليه وقالت له انت بيت ايه اللي انت عامله في نفسك ده احترم نفسك المفاجأة بقى انه نور لحد دلوقتي بنت انه نور في الورق لحد دلوقتي بنت في البطاقة بنت في شهادة الميلاد بنت في كل الاوراج الرسمية والحكومية بنت بس هو عايش حياته دلوقتي على اساس انه هو راجل على اساس انه هو زاكر